اشتركوا في المعدنوسيه كيف اشتركوا في المعدنوسيه و اشتركوا لكم الفرق بين المعدنوسيه و البلال اخرين نص طياب اللحم تعيره و نص طياب و اش رايح ندير راح نحط له المعدنوس كمية معتبرة اينا راني حطيت فيها ربطه كامل ايتيه معدنوس نزيدها المعدنوس نصور بيد دي سي بو ساقر نحرك شوية كما قلت لكم المعدنوس راني نحط له المعدنوس او مرة او مرة او مرة او مرة او مرة او مرة اي لا احبته المرة الثالثة سوف نسجيه نزين بالمعدنوس و نسحن المرة الثانية نضع و هو قاعد يتقلى يتقلى لحم البصل المرة الثانية نضع قريب يطيب لحم و نخليه و يجب أن نكتروا المعدنوسية لذلك نكتروا المعدنوس هذا هي سنجدها الطيب قليلا هذا هي المعدنوسية ثانية نضع قريبا 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 نضع قريبا نضع المعدنوس و نضع قارس قريبا لأنها ياسر نضع قريبا لذلك نقصر قريبا كيف تقوم بها سوف تأكلها بالصحة و هنا و لأن أعجبتكم الفيديو و أعجبكم لا تنسوا لا تنسوا و لا تنسوا و لا تنسوا للمشاهدة لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا و لا تنسوا لتنسوا لتنسوا و لا تنسوا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة